كلما غضب الانتقال من شيء لم يأتي على هواه أمسك المفتاح وأغلق قصر معاشيق حادثة تكررت كثيرا من المرات منذ إعلان تشكيل المجلس تحت مظلة القضية الجنوبية وبأهداف وأجندات إقليمية من بينها إعاقة استعادة مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن حديث صحفي واحد لرئيس مجلس القيادة قال فيه إن القضية الجنوبية عادلة وإن حلها لا بد أن يكون ضمن شكل النظام السياسي المستقبلي كان كفيلا بخروج الانتقال مخاصما ومهددا بالتصعيد وفض الشراكة مع الحكومة سرعان ما أصبحت تلك التهديدات سياجا أمنيا من قواته التي منعت موظفي الحكومة من الدخول إلى القصر الرئاسي ومزاولة أعمالهم مصادر إعلامية قالت إن قوات موالية للمجلس أغلقت بوابة قصر معاشق الرئاسي وقطعت كل الطرق المؤدية إليه بعد ساعات قليلة من مغادرة رئيس الحكومة إلى جينيف الإغلاق أيضا جاء بعد يوم واحد من تهديدات للمجلس باتخاذ خطوات حاسمة إذا لم يعتذر رئيس مجلس القيادة الذي بدوره عاد من جولته الأوروبية نحو الرياض عاصمة القرار اليمن لا جديد في الأحداث الأخيرة فقط سقط رهان التحالفات السياسية الهشة التي نجحت السعودية من خلالها في إخراج هادي من السلطة والمجيء بالتحالف لا يمانع وجود تسوية سياسية مع الحوثيين تضمن فيها السعودية أمنها الجيوستراتيجي مع إبقاء اليمن في دوامة الصراعات الداخلية